البداية من تطورات المشهد السياسي حيث أكد رئيس تحالف الفتح هادي العامري أن المفوضية لم تقدم أي تقرير عن الأجهزة الانتخابية إلى مجلس النواب متاهما في مؤتمر صحفي عقده في العاصمة بغداد المفوضية بمخالفة قانونها بشأن إعلان النتائج وأكد ارتكاب مخالفات دستورية وفنية مشيرا إلى تقديم طعون إلى المحكمة الاتحادية على ما وصفها بالجريمة التي ارتكبتها المفوضية حسب قوله المفوضية العليا لم تقدم أي تقرير إلى مجلس النواب إلى أن تمحل في يوم 17 ويوم 18 كانت انتخابات التصويت الخاص وهذا أول مخالفة واضحة صريحة من قبل المفوضية المفوضية خالفت حتى قانونها في إعلان النتائج أعلنت النتائج وقالت هذه النتائج تمثل 94% وبتبين فيما بعد أن هذه النتائج لا تمثل إلا 79% نحن طعننا في النتائج في المحكمة الاتحادية ومستمرين في هذا الطعن ولدينا مبررات ذلك مبررات فنية وكذلك مبررات ومخالفات قانونية التي في العرف القانوني يعتبرها جريمة ارتكبتها المفوضية ترجمة نانسي قنقر